كملي بقى عند لقطة وهنوقف عندها كمّل 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 وقف هنا وقف هنا بس وقف بقى وقف وقف من غير ما تكون آه دي الحالة دي عملت حكاية جدل جدل ولغط كبير جدا 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 بسبب الحالة دي يعني هستأذن لو يجبوا لي بس الصورة احنا حطناها عشان نحكي قصة اللقطة دي ناس كتير اتكلمت فيه صورة؟ آه صورة آه فيه صورة ماشي دي اللقطة اللي حنا نتكلم عنها بس سبّتلي على هنا دي قصة اللقطة ومعنى اللقطة واللقطة معناها إيه؟ وليه الناس هجمت؟ ده لعيب بسكتبول بيلعب في مينيسوتا تيمبر وولز في الـ MPA اللعيب ده ليه قصة؟ كل ما يحتفل كل ما يجي يحتفل يعمل الحركة دي فسألوا عليها انت إيه بتعمله ده؟ قالك إتس آيس إن ماي فينز يعني إيه؟ قالك تلج في عروقي أنا أبويا أبويا لما بتريت ألعب بسكتبول قال لي لا سيبي الصورة ارجع تاني للصورة ارجع للصورة التانية قالك لما بتريت ألعب بسكتبول قال لي انت رايح الـ MPA انت رايح مستوى ضغوط كبير جداً ارمي همومك وتحمل الضغوط دي وخلي كأن فيه تلج في دمك انت ما تسمعش للانتقادات تركز في الملعب وتحمل الضغوط وطلع كل إمكانياتك وانت هادي جداً وبارد جداً ده معنى اللقطة والاحتفال اللي الناس كتير عمر اطلقت وقالوا ده يعني صورة فيها مشكلة ممكن توصل للشباب بشكل خاطئ مهم جداً إن احنا كنا نوصل ده سواء كانت بقى الناس وابسطين ميناء واش وابسطين ميناء لكن هو ده المعنى وهو ده مغزى الاحتفال بتاع أحمد عبدالقادر يمكن كان له انتقاد شديد جداً بعد مباراة الزهاد بسبب جودة القرارات وتكلمنا عليها هنا فهو حاب يرد في الملعب انا هادي جداً 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 انا نازل المباراة بلا ضغوط والدليل انا جبت جول من قرار فردي وحل صعب جداً جداً وخدت الريسك فيه فانا هادي جداً مستمع اي حاجة زي ما وعد الناس بحط ايديها على ادنها هي نفس المعنى ونفس المغزى لكن بطريقة مختلفة يمكن ده عمله دامبروزي وراسل نجم مينيسوتا تامبروزي انا بحبك بشكل عموما في الشغل الفني والتحليل بس اكتر حاجة باحترمها فيك هي البحث والتدوير يعني اثر حاجة بالمناسبة يعني احنا نيجي النهاردة ونقول اللي بيعمله احمد عبدالله ده غلط وده كارثة وازاي يعمل اللي احنا قلنا عليه وده مش عارف ترويج اللي مش عارف والكلام ده كله بس التوضيح اللي انت قولته ده مكنع حقيقي مكنع يعني فكويس انه ياخد حاجة وان كنت لو بصراحة بقولك رأيي بلاش منها اصلا يعني اكيد في الف احتفال ممكن يحتفل بيت تكاد تكون لقطة مصيرة للجدل بس يعني يعني فهم وكبال وساقفتنا وممكن بعض الناس يشوفوها بطريقة ياخدوها ويتناولها بشكل خاطئ يعني عارف اللي هو ايه خلاص احنا كده بهمنا انه هي سليمة واكيد اصلا حتى الناس قالوا من غير الراوج فاكيد هو ما كانش طالع يروج طبع فخلاص بس هي في كل احوال بلاش منها يعني في احتفالات اكثر اعتدالا وخلينا خلينا فيها بعيد خالص عن القصص دي لكن حبينا برضو يعني اولا نوصل رسالة للناس نفاهمهم من ايه القصة مش وقصص بيها اي حاجة خالص ثاني حاجة نبرئ ساحته لان هو في الاخر هو مش قاصد اي حاجة اكيده ومركز في الملعب وحاول ليهوصل لده